اشتركوا في القناة والكنيسة تخصص هذا الشهر لكيما تقرأ من إنجيل معلمنا يحنى البشير الإصحاح السادس فقراءات الأحاد السلاسة في شهر أمشير كلها من إصحاح واحد هو إصحاح رقم ستة في إنجيل معلمنا يحنى البشير والكنيسة تخصص هذا الشهر لكيما تتكلم عن المسيح خبز الحياة ولذلك الإصحاح السادس في إنجيل معلمنا يحنى يتكلم عن المسيح الذي أشبع الجموع وكما هو مكتوب طوبة للجياع والإعطاش إلى البر فإنهم يشبعون فالإنسان الذي خلقها الله لا يشبع إلا بالله فالإنسان إن عاش على الأرض طولاً وعرضاً وأعطاها الله من نعم كثيرة وعاش على الأرض بكل شيء ولكن لا يوجد على الأرض شيء يشبع الإنسان سوى الله الذي خلق الإنسان عشان كده الوصية بتاعة إنجيل هذا الأحد الأول في شهر أمشير هو الإنجيل ده اللي بيكلم عن الخبز فيقول لنا قصة إن قاعدوا يدوروا على المسيح بيدوروا على المسيح بعدما عمل معجزة إشباع الجموع فالمسيح كان رحض حتة تانية دوروا عليه هنا ملاهوش دوروا عليه هنا ملاهوش فالمهم في الآخر وجدوا لقوا المسيح فالمسيح ابتدى يوجه نظرهم أنتوا بتبحثوا عني وبتدوروا علي عشان شفتوا آيات وشبعتوا من الخبز فيقرر الوصية والمبدأ الذي يجب أن نعيش عليه يقول كده اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية ودي وصية دي مش كلمة كده جميلة أو يعني قول مقصور لا دي وصية اعملوا بصيغة الجمع فهي وصية لنا كلنا لكل واحد كبير أو صغير يخدم في الكنيسة أو لا يخدم في الكنيسة لكل إنسان لأنه كان يكلم الجمع اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي على هذا الأساس أيها الأحباء الناس بالصورة ده هي نلاقي لهم نوعين النوع الأول ناس تعمل من أجل الطعام البائد ونوع الثاني ناس تعمل من أجل الطعام الباقي طب يعني إيه الكلام ده الناس اللي بتعمل من أجل الطعام البائد يعني كل أهدفهم أهدف أرضية كل رغباتهم رغبات أرضية كل تطلعاتهم للأرض فقط وهنا الخطورة أن كل ما يشتهوا وكل ما يبحثوا عنه ينتهي بحياتهم وينتهي في تراب الأرض وهذا هو الطعام البائد اللي بيروح عشان كده كنستنا من الحاجات اللطيفة فيها قوي إنها فيها كم من الأصوام كتير وحن نعد نضحك ويا بعض من الأصوام الكتير في الكنيسة دي ونصوم أكثر من نص السنة وكل أسبوع نصوم يومين الأربعة والجمعة هذه الأصوام في أحد فوائدها أنها تنبه الإنسان أن حياته ليست من الطعام ليست من الأكل والشرب ده حياته أساساً هي من إيد الله من يد الله واحد يزهق أو واحد يقول أنا خايف على أولادي ليس أعلمهم الصوم دلوقتي لما يكبروا يبقوا شباب يبقوا صومه لا ليس الفكرة كده ليس الفكرة أكله ونغير أكله وكلام ده ليس هذا المعنى المطلوب المعنى المطلوب أنك تزرع وصية في قلب الإنسان ففي كل مرة نصوم ونقرب للصوم السوم الكبير كل مرة نتقدم للصوم نحن نزرع ونؤكد على الوصية التي في حياة الإنسان أنه لا يعمل من أجل الطعام البائد بل يعمل من أجل الطعام الباقي فكأني أقول لربنا أنا ليس حياتي من الأكل والشرب أنا حياتي منك أنت فالطعام البائد كل الذين يحملون أفكارهم تخص الأرض لا يفكر في السماء أبدا لا يفكر فيما بعد الحياة لا يفكر لا يهتم لا يأخذ باله السكين سرقال كما يقولون في الأمثال نعمل طبعا مسؤوليتنا على الأرض لا نحن نسيب مسؤوليتنا على الأرض أشغلنا وأعملنا وتنوعنا ووجودنا على الأرض ولكن وأنت تعمل على الأرض بقدمين فكرك في السماء وقلبك في السماء في يوم من الأيام التلاميذ رجعوا للمسيح وهم مبسوطين قوي فأقول لهم خير ما لكم فرحانين ليه قوي كده قالوا تصور يا يسوع تصور بإسمك بنخرج الشياطين الشيطان مين يقدر على الشيطان ده ده نحن نيجل أي واحد ربنا يحفظنا جميعا يكون لبسه الشيطان نقول له أخرج يخرج في المسيح كده بوداعة شديدة قال لهم لا تفرحوا بهذا يا أه أنا تهليهم وساعدتها التلاميذ يعني تصدموا أما نفرح بإيه ده نحن بنعمل عمل كل الناس بتسقفلين عليه قال لهم لا بالأحرى افرحوا الناس ما أكم مكتوبة في السموات يعني عايزي حول حتى الخدمة التي تتم على الأرض وإن كانت خدمة وأرضية ولكن عايزي حولها للفكر السماوي افرحوا أن اسماءكم مكتوبة في السموات كأن الطعام الباقي الذي نعمل من أجله هو أنك تسعى حسيسا في كل يوم أنك تكتب اسمك في السماء أو مش تكتب اسمك تأكد على وجود اسمك في السماء في حياتك في كل ما تصنعه والكنيسة بتقدم لنا ثلاث أنواع من الخبز الذي يشبع أول نوع هو كلمة الله المقدسة الكلمة المقدسة في الكتاب المقدس ويقول لنا كده المسيح الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة روح وحياة يعني في نموه فهو يغذي كلمة الله تغذي تغذي الإنسان يبقى الطعام الباقي في أحد جوانبه هو جانب الكلمة المقدسة إزاي الواحد بيدخل إلى أعماق الكلمة وزاي ما قلت لكم الآية طوبة للجياع والعطاش إلى البر ممكن نقول طوبة للجياع والعطاش إلى الكلمة المقدسة اللي بيعطشان للإنجيل اللي دايماً الإنجيل حاضر في ذهنه خدوا بالكم إن حياة الإنسان النهاردة في العالم فيها صخب وفيها كلام كتير قوي وفيها حاجة بنسميها الميديا مليانة كلام صبحه وظهره بالليل وهذا وهناك وبقى الإنسان عايش في شكل من أشكال الأمواج هي مش أمواج مائية في البحر لكن أمواج الكلام الكتير اللي موجود في الميديا والإنسان يعود كده ويسمع كده ودين الكلام ودين الحكاية والقناة دهيت والإزاعة دهيت والموقع دهوت والصفحة دهيت إنسان عايش في توهان أيها الحبيب كل هذا هو الطعام البائد إن أردت الحياة فابحث عن الطعام الباقي الذي هو فيه كلمة الله فين الإنجيل في موقع حياتك فين الإنجيل في يومك فين الإنجيل في حياتك فين الوصية اللي بتعيشها فين هل ما يقدمه الإنسان من وقت ومن عمر ومن ساعات ومن دقايق وبتضيع كلها في هذا الكم الهائل من الأخبار اللي مفيدة واللي مش مفيدة تبو دي هتعمل لنا إيه في السماء هتخل لنا إيه في السماء الحمد لله السماء لفيها نت مش كده برضو وما فهاش قنوات وما فهاش مواقع وما فهاش الكلام ده خالص طيب موكل ده للأرض تبقى تشغل بيه وعمل للطعام الباقت بكل صوره وبقى فيه دلوقتي نوع من الحياة المصعورة متأسف في التعبير ده الحياة المصعورة في وسط هذا الكم من الضوضاء فين الإنسان طيب وبعدين عارفين الحكاة دي عاملة زي إيه كأن هذا كله يريد أن يحتل قلبك وعقلك وفكرك يحتل قلبك طيب ويحتل قلبي بإيه لما يحتل قلبك بالحاجات دي كلها كلمة الله ما تلاقيش مكان عندك صوت الله ما يلاقيش مكان عندك خد بالك انتبه انتبه أيها الأحباء إلى هذا الشكل الجديد من الحروب الروحية التي تسبي الإنسان تسبي الإنسان وتضيع ناس ده مش عايزة أقول تضيع ناس ده بتضيع شعوب فأول حاجة الطعام البائد هو أكل الذي يعمل في هذا الكم الواسع الذي لا له قيمة أمام السماء بالمرة حتى لو كانت أخبر الكنيسة ما ليس قيمة أمام السماء خالص القيمة الحقيقية إنك تعمل للطعام الباقي في كلمة الله الحي نمر اتنين الطعام الباقي هو الكلمة المأكولة التي نتقدم إليها في السر المقدس في سر الإفخارستي عشان كده كلنا كآبات وكمسيحيين على مستوى العالم لما الكنيس أفلت والأسرار توقفت قليلاً بينهم الدايئين وزعلانين خالص صح يا ظروف صحية ضاغطة ولكن نحن نتغزى من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيي وأنا فيه تناول الأسرار المقدسة والحياة بها هو عمل للحياة الأبدية للطعام الباقي واسمع أبونا كده في نهاية كل أداس يقول لك يُعطى عنا خلاصاً وغفراناً للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه مهدى الطعام الباقي بس هذا الطعام الباقي يجب أن تتقدم له بوعي مش عادة ما هيش تعويزة لا تتقدم له بوعي عشان كده قبل ما نتقدم للمائدة المقدسة للتناول تلاقي قبلها صلوات وقراءات وألحان وسجدات إيه دا كله تمهيد علشان تصل إلى نقطة الزروة وتتناول جسد الرب ودمه وتعمل للطعام الباقي وبعد ما تتناول كده وانت خارج أقول لك أنستك النعمة صارت النعمة ساكنة في قلبك هذا هو الطعام الباقي وكثير بعد ما يحضر الأداس ويتناول ويبقى متهلل في داخله حتى إحساسات الجوع ما تبقاش موجودة عنده واحد شبع أقول لك ثاني طوبر الجياع والعطاش إلى المائدة المقدسة فإنهم يشبعون هذا هو الطعام الباقي أرجوك تتفهم أن أنا مقصدش أنك تسيب شغلك وتسيب عملك أبداً خالص لكن لازم يكون الله حاضراً أمامك صباح مساء حاضراً في ذهنك وفي فكرك في قلبك في مشاعرك في كلامك اللي بتقوله كل حاجة حياة الإنسان دي سر كبير الله اللي أعطانا الحياة والعمر ده سر كبير والسر ده ما يشبعش إلا من عنده هو واحد بالكلمة المقدسة اتنين بالمائدة المقدسة تلاتة بالأعمال المقدسة الأعمال التي يعملها الإنسان تمجيداً لإسم المسيح خالصاً ما فيه واحد يعمل حاجة يعني عشان بيحب فلان أو يعني بيوالي لفلان أو يعني أهو رغبة بيعملها أو يعني خجلاً لازم يعمل كده وفيه واحد في خدمته وفي أعماله وكل ما يتقدم إليه يصنعه حباً خالصاً وتمجيداً خالصاً لإسم المسيح عشان خطرك يا ربنا بأعمل كده عشان خطرك مفيش حاجة تانية عشان أمجد إسمك مش عشان حاجة لغرض ما في نفسي عقوب كما يقولون لا بيعمل العمل صافي ولذلك الله يجمع من كل أعمالنا المحبة التي فيها بنعمل عمل كتير بكل شكل وبكل لو لكن الأعمال ده هي الله يعني مع معزرة بالتشبيه بيعصرها ويطلع منها المحبة اللي فيها فما هي المحبة التي تقدمها حباً خالصاً لأن مسيحنا عندما أتى إلى العالم أتى حباً خالصاً فينا هكذا أحب الله العالم حتى بازل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدي فأعمال المحبة الخالصة التي تصنعها بنسميها بأعمال الخدمة وأعمال الرحمة وأعمال صالحة سميها زي ما تسميها لكن مهم عمل ولذلك يطوب الله كثيراً أعمال الخفاء لأن غالباً أعمال الخفاء تنم عن محبة في قلب الإنسان يصنعها به الخلاصة يا إخوتي أننا في شهر أمشير نستعد للصوم الكبير ودايماً الصوم الكبير يأتي في النص الثاني من شهر أمشير وبعد شهر أمشير في شهر اسمه إيه برامهات مش كده يقولوا مثل كده شعبي جميل مش عارف حفظينه ولا لا يقول لك عاش النصراني ومات ما تكمله لا ما فيهوش لحمة المثل ما فيهوش لحمة خالص عاش النصراني ومات مكلش الفول الأخضر والجبنة في برامهات لأنه ده مثل زراعي هولو ثاني عاش النصراني ومات مكلش الفول الأخضر الفول الأخضر اللي هو فول الأرض عارفين فول الأرض فول حيارتي والجبنة البيضة تعرفين الغذاء المشهور في الريف عبارة حتت جبنة بشوية فول وخلاص فول أخضر في برامهات فشهر أمشير في النص الثاني بيجي فيه الصوم يوم الكنيسة الوعية والمسترشدة بالروح القدس تقول لنا طيب في أحد شهر أمشير الثلاثة الأولين نتكلم عن خبز الحياة فالحد ده يتكلم عن خبز الحياة والحد اللي جاي واللي بعدي وبعدها يبتدي الصوم إذا أراد ربنا وعشنا اعمل للطعام الباقي وطوبة للجياع والعطاش إلى الكلمة المقدسة وطوبة للجياع والعطاش إلى المائدة المقدسة وطوبة للجياع والعطاش إلى الأعمال المحبة المقدسة هذا هو كله الطعام الباقي الذي يصنعه الإنسان حبا خالصا في شخص المسيح نحن النهاردة فرحانين ويشترك معي كل الأباء الأسقفة وكل الأباء الكهنة في تدشين هذه الكنيسة كنيسة العدرة والقديس موسى القوي هنا في المنشية باسكندرية وكنيسة بتاريخها الطويل من أول إنشاءها من أول شراء الأرض وطبعا كانت تبع الكنيسة المارونية وبرضو بمحبة جميلة ما بين الكنيسة المارونية والكنيسة الإبطية قدموا المكان هنا وابتدى يتم تعديله بناءه من جديد وإنشاءه واستثمار كل سنطي موجود في المكان ونحن النهاردة في هذه الكنيسة ونعرف أن المكان فيه أكتر من كنيسة فيه أكتر من طابق لكن الكنيسة اللي احنا فيها كنيسة جميلة ولطيفة خالص ومفرحة كده بأيقوناتها وبتصممها وبمذابحها دشناها وبأيقونات الشرقية وأيقونات حامل الأيقونات وأيضاً بالمعمودية وزي ما قلت لكم في الصباح هو ده يوم عيد ويوم فرح ونحفظ تاريخه 14 فبراير اللي بيوافق كمان سبعة أمشير أو الأحد الأول في شهر أمشير بنشكر نيفت أنبا إلاريون على محبته وتعبه والأباء أنا فاكر أبونا مخيي الخدم هنا وحالياً أبونا موسى نبيل والأباء الكهنة والأحباء الكل فرحان مع كل الأراخنة والمهندسين والشمامسة والخدام والخادمات والكل بيجتهد أن يقدم عملاً جميلاً زي ما أنتم شايفينه وكده والمهم أن نحن نفسنا كلنا تبقى جميلة من الداخل كما هذه الكنيسة أو زي ما بيقول الإنجيل كل مجد ابنة الملك من داخل كنيسة جميلة بنجملها كده حاجة حلوة خالص علشان كل مرة تدخل الكنيسة تقول أنا عايز نفسي تكون نفسي جميلة زي نفس أمنا العذرة مريم اللي على اسمها الكنيسة ونفس القديس موسى القوي رجل التوبة بالقلب التائب اللي قدمه وعاش به ربنا يحفظكم دايماً ويبارك في حياتكم وبنشكر طبعاً كل المسؤولين اللي تعبوا أنا عارف أنها خدت إجراءات كتيرة خالص علشان كده أنا جيت قبل كده يعني هنا مرات ومرات بس ما كانتش كده طبعاً وفيه إجراءات كتيرة تمت ويعني عبر سنين وسنين وسنين لكن في النهاية ربنا بيفرحنا بمكان حل ربنا يحفظكم ويبارك في حياتكم وأحنا كمان من التواريخ المهمة اللي هي تاريخ 14 و15 اللي هو بكرة عيد أي الدخول المسيح الهيكل وبكرة كمان تسكار استشهاد شهداء نحن في ليبيا بردو داتسكار وبعدها بثلاث سنة 15 وبعدها بثلاث سنين العصور على رفاتهم وارجحها لمصر في قصة من قصص العظيمة اللي في زمننا هذا بنعيشها ونطلب شفاعتهم من أجلنا ربنا يبارككم دايماً لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين قنياتو خنقوم ثميني اثواب انتباي اهوء بقواي بقواي قطاب فراني مراتي انتباي اخرستوس عرب رزفا فينا ريكم اتنقى 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 يومي اتنقى ايضا فينا الطرق ايضا في استلامي والدكني انتباي اتنقى اتنقى اللقاء ريفوالي شعر اتنقى اتناقىぉ اللقاء مفتسب ابتاي الفيني انتباي الانتび hoy 边 نقى اتناقى مفتوس عرب ريكم اتنقى اتناقى اتنقى اتناقى 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 اشتركوا في القناة